عايزين نقول لكم خبر عايزة اقول لحضراتكم حتى نصا عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع مع مجلس ادارة شركة الاهلي لكرة القدم برئاسة المهندس عدي القيعي وعضوية كل من الاساس خارد عبدالقادر ومهندس احمد حسام وقام مجلس الشركة بعرض التصور الخاص بيها واستراتيجية العمل عرضوهم على الكابتن محمود الخطيب طبعا بصفته هو المفوض بشؤول قطاع كرة القدم ايضا تم التنسيق الدائم بين النادي والشركات في كافة الملفات وفي ذات الاجتماع ناقش الكابتن محمود الخطيب الخطوات التي يقوم بها مجلس ادارة الشركة لبيع الحقوق التسويقية المسموح بها للفريق الاول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للاندية والتي ستجري فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 1 الى 11 فبراير القادم ان شاء الله كلام جميل جدا